بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أبناء الصفة الأول ثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحصة أو في الحصتين السابقتين درسنا انتدار دراسة الفصل السابع درسنا الدرس الأول الديدان المفلطحة والدرس الثاني الديدان الأسطوانية اليوم سندرس سبعة ثلاثة أو الدرس الثالث الرخويات وفي الحصة اللاحقة إن شاء الله سندرس الديدان الحلقية وبكدر نكون خلصنا الفصل السابع اللي هو الديدان والرخويات اليوم سندرس الرخويات طيب بسم الله نبدأ طيب في الرخويات أولا نشوف أهداف الدرس الأهداف أن يصف الطالب تركيب الجسم في الرخويات يعني بنهاية الحصة مفروض كلنا نعرف تركيب جسم الرخويات كما عرفنا سابقا تركيب الديدان الأسطوانية وتركيب الديدان المفلطحة وأن يوضح الطالب أهمية العباءة للرخويات الرخويات عندها تركيب يسمى العباءة عنده أهمية نحن نتعرض اليوم فبالتالي نهاية الحصة مفروض نعرف أهمية العباءة بل إضافة إلى أهمية المخاط والقدم العضلية للرخويات الرخويات أيضا عندها مخاط في الجسم وعندها قدم عضلية عندها قدم عضلية طيب مراجعة المفردات من المفردات السابقة الزكر آكلة الأعشاب ومعروف آكلة الأعشاب مخلوقات حية تأكل النباتات تأكل أو تتغذى على النبات يسمونها آكلة العشاب المفردات الجديدة في درسنا العباءة والطاحنة والخشوم والتنفس وجهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق بالإضافة إلى النفريدية اللي هي القنى الهدوية ودعوض إخراج والسايفون أيضا نتقرى طيب ننتقل إلى نقاط الدرس نشوف الفكرة الرئيسة للدرس دائما بنهتم بما يسمى بتجويف الجسم لأن واحد خصائص الحيوانات واحد خصائص الحيوانات ددان الفلطحة كاذبة التجويف الجسمي كاذبة التجويف الجسمي لكن الرخويات لها تجويف الجسم حقيقي لها تجويف جسمي حقيقي ولها قدم عضلية وعباءة وقناة هضمية بفتحتين هما فتحتين الفم والشرج وقناة هضمية بفتحتين هما فتحتين فتحتين والشرج والشرج ننتقل إلى تركيب الجسم وزي ما وضحنا ان جسمها اولا ما كان بتعيش في المياه المالحة وايضا البعض منها بيعيش في المياه العذبة او البيئات الرطبة وهي مختلفة في احجامها فمنها الصغير الحجم كالحلزون والبطيئة الحركة بالاضافة الى قسم اخر منها كبير الحجم وسريع الحركة كالحبار يتحرك بقوة الدفع النفاث فمختلفة في احجامها الحلزين صغيرة الحجم بطيئة الحركة والحبار كبير الحجم وعملاء وسريع الحركة يتحرك بقوة الدفع النفاث من أهم خصائص الرحويات انها حقيقة التجويف الجسمي وتناظره جانبي تناظره جانبي الددان المفلطحة تناظره اشعاعي الددان الصمائية تناظره جانبي والرخويات تناظرها جانبي ايضا وعندها جهاز هضمي زي ما سبقنا يتكون من فتحتية الفموة الشرج ايضا لها عباءة تحييض بأعضاها الداخلية والعباءة عبارة عن غشاب يفرز كربونات الكالشوم والتي تكون الصدفة عند بعض الرخويات يعني بعض الرخويات فيها صدفة والعباءة يعني من الاسم عباءة بتحييض بالعضاء الداخلية العباءة تحييض بالعضاء الداخلية طيب الشكل ده شكل الاخطبوط الشكل 7-12 والاخطبوط عنده تجويف جسمي حقيقي طيب ما هو الاختلاف الرئيس ما هو الاختلاف الرئيس بين الرخويات والديدان الاسطوانية حسب ما هو ظاهر في مخطط العلاقات التركبية زي ما ذكرنا سابغا ان الديدان الاسطوانية كاذبة التجويف الجسمي بينما الرخويات حقيقية التجويف الجسمي حقيقية التجويف الجسمي السؤال من الشكل السابغ الرخويات حقيقية التجويف الجسمي والديدان الاسطوانية كاذبة التجويف الجسمي كاذبة التجويف الجسمي للعديد من الرخويات صدفة في داخل الجسم زي ما عرفنا العباءة نحنعرف الصدفة يحوي قدم واعضاء وعباءاء الصدفة تحوي قدم عضلية تحوي اعضاء وبتحوي عباءة تحيط به هذه الأعضاء زي ما موضح في الحبار والرسم الثاني اللي هو الحلزون قارن لو عاوز أعقد مقارنة بين الحبار والحلزون أو الحلزون من خلال الرسم من خلال الرسم الموضح الحلزون زي ما ذكرنا سابقا جسمه مجهر صغير وبطيع الحركة أما الحبار العملاق قد يصل طوله إلى 21 متر وهو سريع الحركة دي مقارنة بين الحبار والحلزون طيب بعد تركيب الجسم اللي بتكون من قدم عضلية وعباءة وصدفة وجهاز هضمي بفتحتين فم وشرل نتحول إلى التغذي والهضم وللرخويات فم بداخله طاحنة والطاحنة دي بتشبه اللسان وتضم صفوف من الأسنان تضم صفوف من الأسنان الرخويات بتغذى على الأعشاب فهي تستخدم هذه الطاحنة لكشة الطحالب الموجودة في الصخور بوصف الطحالب واحدة من الأعشاب أما في الرخويات الأكلة اللحوم فبتستعملها لتثقب صدفة المخلوقات الأخرى لتصل إلى أعضاء الداخلية ولتقطيع الطعام اللبتلطقته باللوامس كما هو عنده الأخطبوط والحبار الحلزون أكل عشاب الأخطبوط الحبار أكلات لحوم والإثنان بيستخدموا تركيب في الغداء يسمى بيه الطاحنة يسمى بيه الطاحنة فتغذيتها إما آكلة عشاب أو آكلة لحوم تستخدم الطاحنة في كشطس الطحالب عن الصخور أما آكلة اللحوم بتستخدم الطاحنة لكسقب صدفة المخلوقات الأخرى وتقطع لحمها وتحصل منها على المواد المغذية في حالة آكلة اللحوم وده شكلة طاحنة في حالة الراحة اللي هوいた التركيب يسمى بيه الطاحنة طاحنة وقت الراحة وهين طاحنة ممتدة أي وقت الغداء وزي مع واضح ده شكلة طاحنة في الرخويات ده شكلة طاحنة في الرخويات طيب المنيهر ما عنده طاحنة اعتمد على عملية الترشيح يعني للعديد من الرخويات طاحنة عرفناها في آكلة العشاب وفي آكلة اللحوم أما بعضها ليست له طاحنة كما في المحار وأيضا الجهاز الهضمي بالإضافة إلى الطاحنة بعد الحصوى على الغزاء تكون من غناه هضمية بتتكون من غضوط هضمية ومعدة وأمعاء كما في لوت الأرض فإن الجهاز الهضمي فتحتين هما فتحتين الفم والشرين طيب ماذا قرأت ماذا قرأت وضح لماذا يعد التجويف الجسمي في الرخويات مهم لماذا يعد التجويف الجسمي في الرخويات مهم الإجابة بتسمح بتكون أنسج أكثر تعقيد وأعضاء وأجهزة متخصة كالجهاز الهضمي وجهاز الدوران لا تجويف الجسم يعني بيحتوي على أجهزة الهضم وأجهزة الدوران وأجهزة الدوران ذي همية تجويف الجسم لأنه هي حقيقية التجويف الجسمي التنفس بتتنفس من خلال الخياشيم من خلال الخياشيم والخياشيم جزء من العباءة مكون بروزات خيطية تشبه أهداف السجادة يعني الخياشيم في الرخويات جزء من العباءة وفيها بروزات خيطية تشبه الأهداف الموجودة في السجادة والخيشوم معروف وظيفته بيسمح بدخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون في عملية تبادل الغازات يبقى عضل التنفس فيها عبارة عن الخياشيم عبارة عن الخياشيم نجي لجهاز الدوران فالرخويات لبعضها جهاز الدوران مفتوح ولبعضها جهاز دوران مغلغ المعروف جهاز الدوران وظيفته بينقل الدم الأكسجين إلى خلايا جسم الحيوان فجهاز الدوران المفتوح بيضخ فيه الدم خارج الأوعية الدموية عشان كده سموه جهاز دوران مفتوح عكس جهاز الدوران المغلغ كما درسنا سابقا يسير الدم داخل الأوعية الدموية داخل الأوعية الدموية ده الفريق ما بين جهاز دوران مفتوح فجهاز دوران مغلغ ومعروف جهاز الدوران نهميته بينقل القلب الأكسجين عبر الأوعية الدموية إلى خلايا الجسم لكي نحرر الطاقة الكامنة الموجودة في الغذاء فالبعضها جهاز دوران مفتوح والبعضها جهاز دوران مغلق الرخويات كالحبار لها جهاز دوران مغلق يضخ الدم داخل الأوعية الدموية داخل الأوعية الدموية يعرفنا الفرق ما بين جهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق أما الإخراج يتم بواسطة أعضاء تسمى النفيذية أو القناة الهجبية أو القناة الهدبية تقوم بتنقية الدم وطرح الفضلات عبر طجيف العباء وتعدى النفريديا تركيب معقد في الرخويات للحفاظ على اتزان الداخل على رحمة أفضل اللي هي بتخلص جسم الرخويات من الماء الزائد والفضلات فعضو الإخراج فيها عبارة عن نفريديا أو قناة هدبية نفريديا أو قناة هدبية والتشريح الداخلي المحار وجود أجهزة معقدة في الرخويات تجويف جسمي وده القلب وده النفريديا أو عضو الإخراج وده عضلة وده فتحة الشراج اللي هي نهاية القناة الهضمية وده السايفون الزفيري وده السايفونات والسايفون الشهيقي لهم السايفون عضو تعتبادل الغازات بالإضافة إلى الخياشيم اللي بتوفر الأكسجين وده تجويف العباء وده القدم الأمعاء ثم العضلة وفتحة الفم والصدفة والمعدة وهذه الأعضاء تطرق لها سابغا منها أعضاء هضم وأعضاء إخراج وأعضاء لتبادل الغازات وكذلك أعضاء جهاز الدوران فده التشريح كامل لجسم المحار تشريح كامل داخل لجسم المحار طيب نشوف الجهاز العصبي أو الاستجابة للمثيرات للرخويات الجهاز العصبي بنظم حركته وسلوكه والرخويات الأكثر تعقيدوا منها الأخطبوط دماغ وعيون بغزحية وشبكية تشبه تركيب عيني للإنسان يعني وأنتم معروف عارفين في تركيب العين في الغزحية والشبكية والبوبو فعندها عيون فيها غزحية وشبكية ولمعظم الرخويات تركيب بسيطة في العين تعكس الضو تعكس الضو هو عضو الإخراج الرئيس فيها العين طيب حركة الرخويات تتحرك الرخويات بطرائق مختلفة وبتعتمد طريقة الحركة على حسب الشعبة أو الطائفة فهي تضم ثلاث طوايف بطنية القدم وراسية القدم وذات المسراعين بطنية القدم بتتحرك بإرسال موجات تقلص وإنقباض على امتداد قدمها العضلية ويسهل المخاط انزلاق القدم ودفع الجسم إلى الأمام إدى القدم العضلية وظيفة الحركة في بطنية القدم عن طريق انقباض العضلات ومن أمثلة الرخويات بطنية القدم الحلزون كما موضح في الرسم كما موضح في الرسم في طريقة الحركة في الطائفة الأولى الطائفة الثانية ذات المسراعين وذات المسراعين كما في المحار بتدفين نفسها في الرمل باستعمال القدم العضلية وهي غالبا يعني لا تتحرك إلا عندما تشعر بالخطر إلا عندما تشعر بالخطر فهي تتفين نفسها في الرمل زي ما في الصدف والمحار يتبع إلى ذات المسراعين أما الحلزون إلى بطنية القدم أما راسية القدم كما في الأخطبوت تتحرك بغوة الدفع النفاث وبتتحرك لتحمي نفسها من الأعداء تسحب الماء داخل أجسامها عبر الثقوب في جذار جسمها ثم وتضخل الماء بعد ذلك من خلال السايفون لتبتعد عن الخطر الذي يهدده الذي يهدده فهذه تتحرك عن طريق السايفون عن طريق السايفون هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكرا